بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتضى بأثره لوم الدين وبعد مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله عز وجل حلقة جديدة من برنامجكم منتقى الأحبة وبالفعل كما وعدناكم وكما قلنا لكم أننا لا نلتقي فيه إلا بالأحبة معانا اليوم فضيلة الأستاذ أسامة الفارس صاحب شركة الفلاح لستصلاح الأراضي بالفرفلة الذي شرفنا وأفرحنا بحضوره أهلا بحضرتك طبعا حضرتك تفرجتوا على حلقات الأستاذ أسامة وعن إنجازات شركة الفلاح لستصلاح الأراضي في الحلقات الماضية وكتير كتير كتير شفنا إنجازات وتحقيق أحلام ومشاء الله إنجازات هيلة جدا ما كانش الواحد أتوقع اللي هي يصل بفكري إلى درجة النجاح دي واستنبطنا من الأستاذ أسامة الفارس أن الأستاذ أسامة بيعمل على تحقيق أحلام الناس لنجاحهم الشخصي ولا يعمل على نجاح ذاته ولا نجاح المجال التجاري بل يعمل على نجاح أفراد المجتمع والشباب مصر العظيم تعالوا بنا نبدأ في سلسلة جديدة مع الأستاذ أسامة الفارس صاحب شركة الفلاح لستصلاح الأراضي بالفرفرة وهي حياتك ببلدك أستاذ أسامة ما المقصود بمسمى حياتك ببلدك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بداية كل سنة والطيوين السادة المشاهدين وحضرتك والأمة الأسلامية جمعاء أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد فرحة وبهجع عليهم يا رب العالمين وأن يرفع الداء والبلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بداية طبعا إحنا لما تكلمنا عن سلسلة المشاريع ونظرنا لمنظور الدولة من الرئاسة إلى تابعة للمحافظة عندنا محافظة الوادي الجديد المنظور المباشر من الدولة هو تخضير أرض الصحراء تحول الأرض من التصحر تحول الأرض من صحراء إلى إلى أرض زراعية خضراء ونقل المجتمع وتحويله من الوادي الضيق إلى الوادي المتسع وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة طبعا إحنا الكلام دا اتفاقنا عليه وخلصناه من زمان ولكن هناك أليات نجاح لهذه الأموم طبعا إحنا أنشأنا بفضل الله كذا مشروع يتماشى مع كل شريحة من شراح المجتمع أنشأنا الزراعات العادية التقليدية للفلاح العادي اللي هو عايز ينتقل ويبقى معاه أرض ببيت ويبقى عال شويه بمواشي على دماغي إيه؟ على دماغي الأرض ساكن وقاعد وبفضل الله انتهينا من ذلك ثم انتقلنا إلى المشروع الثاني اللي هو اضرب بسهم وهو خمس فلدين أو يزيد ممكن تاخد سهم وممكن تاخد اتنين هو السهم خمس فلدين زي ما قلنا ممكن تاخد سهم وممكن تاخد اتنين وممكن تاخد تلاتة وأكتر أو أقل لحد سهم لحد ربع سهم ينفع هل حسب الستطاع؟ آه وقلنا ان احنا ممكن ندرهولك طالما انت مسافر طالما انت محامي طالما انت مستشار طالما انت قاضي لو انت اي شريحة من شرائح المجتمع بندرلك السهم بتاعك اللي هو خمس فلدين أو أكتر لو انت عايز أكتر من سهم مقابل مجنة لكل فدان شهريا عشان الراوي وعشان نظافة الشجر والمتابعة المباشرة على الأرض بتحتها ثم أنشأنا بفضل الله تبارك وتعالى مشروع آخر وبدأنا فيه ان شاء الله رسم بإذن الله بعد العيد هيبقى الانطلاقة بتاعته بعد العيد مباشرة السهم الأخضر بفضل الله انتهنا منه انشأنا البير وانتهنا منه والطاقة الشمسية انتهنا منها وانشاء السكك انتهنا منها بقي لنا زراعة الشجر ورمي الشبكة والشبكة ان شاء الله برضو موجودة زي بقولوا على رأس الأرض هتتفرد بإذن الله بعد العيد وهيكون جه معاد الشجر هنزرع الشجر بتاعنا اللي هو لمون وزاتون مشروع شهد المجدول احنا قلنا يعني هذا الامر من الاهمية بمكان موضوع الناخ والاهتمام بيه لان احنا بنقول العميل معانا والشريك معانا على ارض الشركة بنشوف ايه الزرعة التي تتكافأ معاها اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا مع البلد اللي احنا ايه اعدم فيه يعني انا مثلا مش هجيب واحد زي اسامة طول عمره واخبالك ما زرحش طمئيط وما زرحش نخل وطول عمره بيحش من على وش الحش برسيم وبيرب شوهه بمواشي اقول له تعالى زرع نخل ولا هاجي مثلا على واحد طول عمره ما عملش الحاجات دي تقول له لا تعالى اعمل برسيم واعمل حوش ونجيب لك الموضوع شوهه بمواشي فعيمني فمن هنا انطلقنا لمشروع شهد المجدول وهو كالقاتي بنسلم الارض مزروعة نخل مجدول وما ادراك ما المجدول هذا النخل باسم الله تبارك الله جدوط الاقتصادية عشان ما نخدش وينساحب البصاب من تحت اقدامنا في الوقت الجميع ممكن يبحث على اليوتيوب وعلى جوجل يشوف ما هو المجدول وما هو الجدو الاقتصادية من وراءه شهد المجدول عملنا السهم فدان وممكن تاخد سهم اه السهم فدان وممكن تاخد سهم وممكن تاخد اتنين وممكن تاخد تلاتة وممكن تاخد عشرة وكمان ممكن تاخد نص سهم وكمان ممكن اه ممكن تاخد نص سهم يعني نص فدان وممكن تاخد تلتين فدان وممكن تاخد تلت فدان مفيش مشاكل هو بالنخلة عمت بس احنا بايه يعني لو واحد مثلا عايز يغب مثلا عشرين نخلة يعني كده النخل ده بالنخل محدد النخلة ولا الفدان ولا لا هو الفدان حضرتك احمد بيه ستين نخلة ستين نخلة اه المجدول ستين نخلة بالكمال والتمام انت حضرتك عايز تاخد عجبك المشوار ولقيت ان المشروع ده هو كويس عايز تاخد عشرين نخلة مفيش مشاكل يبقى انت فدان عايز تاخد مثلا اربعين نخلة برضو على حسب الاستطاعة اه طبعا كله حسب ايه استطاعته طب واحد مثلا بيقول يا جماعة انتوا عاملينها للجماعة اللي معاهم حق ستين وحق سبعين وحق اربعين وحق عشرين طب انا عايز عشر نخلات لا بأس اهلا وسهلا بيك طب واحد تريد بيقولك انتوا عاملين النخلة ده بكام الستين نخلة الارض بالبير بالطاقة الشمسية بزراعة الارض نخل مجدول ستين نخلة بشبكة الطمئيط على اعلى كفاءة بالطاقة الشمسية بالديزل احتياطي جميع خدمات الارض بامراعية الارض لحد السنة الثالثة على وش زبق زي بقولوا على وش الطرح بانه بيبشر في خلال الثلاث سنوات الاولى والسنة الرابعة بيطرح طرح رسمي كل ده تكلفته عملة 200 الف جنيه فاهمني انا عايز نصف فدان يبقى 100 الف انا عايز مثلا تلت فدان بتنحسب بما يرضي الله طبعا انطلاقة واستكمالا لما توقفنا عليه ولحضرتك عرضته الان المشروع اللي احنا بصدده الان اللي احنا نتكلم عنه اللي هو ايه حياتك ببلدك في الاولى الاخيرة بدأ اتواطر علي اتصالات وللأسف منها كتير او من داخل مصر واكتر من خارج مصر اخوانا اللي هم المسافرين ربنا يرجعهم يا رب الاهليهم سالمين غانبين بإذن الله تبارك وتعال بيكلموا ما هي الفرفرة الفرفرة دي فين هل هي في مصر في مصر انت ما عطفش الفرفرة اه طب هي كم كيلو كل هذا واقصر تمام فبالتالي قلنا هنعمل انطلاق المشروع اسمه حياتك ببلدك حياتك ببلدك اه بنعرفهم ان الفرفرة دي التابعة من القاهرة اسم داسم في حد ذاته ربنا امريكا حضرتك ان الفرفرة دي التابعة من القاهرة 500 كيلو جنوب القاهرة اتجاه 6 اكتوبر كده جنوب اكدناك رايح الصعيد اكدناك رايح الصعيد بس مش رايح الصعيد اه بس لا مش نفس الطريق اكده زيه كده بس لما تيجي تربط بين طريق الفرفرة وطريق الصعيد تمام بينهم كده 250 كيلو يعني احنا بيننا وبين اسيوت الفرفرة قبل اسيوت بينها وبين اسيوت 280 كيلو بتاخد ساعتين ونص بالعربية اللي هي ضايروت طريق جديد ودي من الفتوحات التي تمت وبشارة الاهالي الصعيد ان هو بقى فيه ربط بين الصعيد وبين الفرفرة طبعا الفرفرة اه طريق اه جميل الفرفرة يا جماعة تتمتع بتربة خصبة تربة الغلال كانت قديما تسمى بارض الغلال وكانت قديما تسمى بارض البكر ولذلك بيجود فيها جدا موضوع البكر فضلا عن الايه فضلا عن الجموس على فكرة لو راجعنا لدراسة الابتدائي هلاقي ان اجمل تربة هي تربة الفرفرة واجمل مكان للزراعة هي زراعة الفرفرة ده كان دراسة الابتدائي ماشاء الله علي يعني مش الامر محد بالدراسة نفسها كمان ماشاء الله ربنا بارك فيك وقلنا ان الفرفرة تتمتع بمخزون جوفي هائي نرجع بقى الكلام العلماء وليس كلام كلام العلماء بيقول ايه ان الوادي الجديد تعوم على نهر جاري متجدد تقريبا يصوي نهر النيل ماشاء الله فهمني طبعا احنا خوفونا زمان ان مصر هيبت النيل من غير النيل مش هلاقي ناكل ولا نشرب وإلى خيره ولكن احنا عندنا مناطق جديدة تستطيع ان انت تطلع فيها زراعات وتطلع فيها خير كد يكون كد يكون يعد الدلتة والصعيد بمراحل كتير ولكن الناس غفلانا ايه غفلانا عن هذا الامر الكلام ده هو كلام مين؟ كلام العلماء الكبار زي الدكتور العودة والدكتور الباز والدكتورة ايمان غنيب وغيرهم لهم بحثات كتيرة ارجعوا لهذه البحثات البحثات ان شاء الله هتلاقوا ما يصر عيونكم وايه ان شاء الله يبقى الفرفرة تعوم على نهر جاري متجدد تقريبا يساوم نهر النيل فنظرت حضرتك بدأت اعرف الناس بالبلد وبدأنا ان احنا نربطهم بالبلد بمشاريع صغيرة يعني ايه مشاريع صغيرة؟ حياتك ببلدك ممكن تيجي في الفرفرة الوادي الجديد وتاخد حطة ارض خمس فددين او تقل او اكتر ونعمل لك مشروع تستطيع ان انت تطلع منه ايه اكل عيش تاكل منه عيش شهريا او اقصى حاجة شهريا لانه طبعا تعرف ان الزراعة يا احمد به الزراعة التقليدية على ست شهور مثلا الزراعة الشجر زي النخل والسهم الاخضر هتبقى برضو على سنة فاهمني لما يبقى طارح كل سنة طب احنا عايزين حاجة هو كان مسافر وكان ربنا بيكرمه في الصفر بسبع تلاف بعشر تلاف باكتر اقل كانوا بيعملوا مصروف ايه مصروف شهري لأولاده ومصريف اكي فمن هنا ربنا ان شاء الله عنه وعملنا بروتوكول تعاون ماشا الله بيننا وبين الاستاذ الدكتور محمد فاتح سالم وهو استاذ كبير بجامعة السداد في البيولوجي اللي هي المخصبات الحيوية هذا الرجل غني عن التعريف تبارك الله يريد تطلبه لنا استاذي اه يريد يطلبه لنا سيبنا احنا الرقم في الكنترول يريد تطلبه اه وهو له منتجات عدة ماشا الله في القسم بتاعه اللي هو المخصبات الحيوية بتستغنى تماما على الاسمد تمام ودي موضوع لجناله يعني حقيقة يعني زي بيقوله كده ايه يسام المرء ايه رغم انف احنا بقى اخدنا في الموضوع ده ايه حسنات غزب العنين ازاي طبعا يا احمد بيء الاستثمار منع عنه الموضوع الكماوي تمام برضو حقيقة عشان الجماعة اللي بيسألوني هل الارض بتاغه الكماوي ولا بتاخدش هي قديما كان بتاخه بس لما طلع موضوع التسقيع منعوا الكماوي عن الاستثمار كان الارض تبقى المفترض زرعة ومش زرعة واكتشفوا ان بيتسحب عليها كماوي وهي مش زرعة فعلك لا امنع الاستثمارين دول غني امنع عنهم الكماوي وما تدهمش كماوي ولكن بقى فيه نظرة ايه مستقبلية دلوقتي للاستثمار واعادة النظر في هذا الامر ولكن احنا مش هنستنى النظر المستقبلية رجعنا للبديل والافضل الافضل لايه بقى المخصبات الحيوية دي هي الاساس على الحفاظ على صحة الانسان لك انت تصور انت بتاكل حاجة مثلا بمخصب حيوي مفوش كماوي بتاكل الخيارة بتاعت زمان بتاكل الناس اللي جات لمعاينات وكلوم القتة بتاعت النخل اللي كانت موجودة في النخل يردوا علينا لو حد منهم بيزمعنا واتصل بينه يشوف الطعم القتة بتاعت زمان الريحة طال على مواغذة من مناخيرة واخب بالك بعيد خالص عن كماوي واخب بالك بفضل الله جبنا المنتج وجربناه برضو مش هنقول برضو ان احنا ما جبناه كده وخلاص لا ده انا جبت المنتج نوفا بلاس وهو من انتاج شركة الدكتور محمد فتحي سالم للمخصبات الحيوية الاستاذ بجامعة السادات بالمنوفية جبنا نوفا بلاس تمام نعمل ايه في نوفا بلاس نحط كده الناس متخوف شكرت كماوي النهاردة 255 جنيه في السوق السوداء ما احنا ملناش في الجمعين متخوفين خايفين طب يا جماعة هجبتلهم الجراكن حطوا يا جماعة يلا يلا حط في الفدان ده ما تحطش في ده تمام حطوا في الفدان ده والتاني حطوا له كماوي حطوا في الفدان ده والتالت كماوي في الفدان ده والربع وانت ماشي عملنا دراع كبير حتة وحتة ازا بقولوا رجل غراب زا بقولوا عشان نشوف الليه الفرق بين ده وده وجدنا الات وجدنا ان نوفا بلس يدينا ضعف الانتاج يعني مثلا النموه الخدري لو الكماوي مثلا عشرة سنطي نوفا بلس هتلاقيه 15 ويدخل على 20 تمام طيب وايه كمان لقينا ان نوفا بلس النموه الخدري بتاعه كاسر تمام لقينا كمان ان التكلفة قلت يعني مثلا مدل ما كنت هتاخد للفدان بـ 1200 كماوي هتاخد له بـ 600-700 جنيه عشان الله لقينا كمان موضوع الروي ده حاجة مهمة ما كناش واخدين بنا من يعني الفدان اللي هو كنا بنروع على 15 يوم الفدان اللي هو واخد كماوي على 15 يوم تلاقيه يا دوبك ايه محتاج المي التاني اللي واخد نوفا بلس مش محتاج اكتشفنا لما رجحت له الدكتور محمد كنت ناش نعرف الارض بتبقى جاية لها عليها الروي وليسا مش عايزة تشرب طب نعمل ايه لقينا ان نوفا بلس هي بكتريا بتتحلل وتتخلل في الطربة وتاخد حيس كبير بتثبت النوتروجين بتجيب غيزة من الهواء الكلام ده جميل عيدو سلم سمح الكلام ده جميل نوفا بلس المخصبات الحيوية وعدم الاستغناء عنها تمام لابد احنا في مصر وكل الزراعات تلتزم تلتزم وجوبة اللجوء الى شغل زمان وايام زمان الطبيعة بتاعت زمان زمان لما كنا قديما ايام ابو الله ارحمه واجدادك احمد بيه كان لمواغزة بي زي بقوله بالفلاحة بيخرط المربط ويحطه جنب الحوش يقطع تمام بتاع السنة دي يحطه جنب الحوش اللي كان خرطه السنة اللي فاتت ينزله امتى السنة دي ليه لان ده بيتحلل وبينتج عنه بكتريا نفعة للطرب والبكتريا دي لما تنزل تنحط في الطربة بتتخلل وتسود وتتغزى على الحاجات الضرة يبقى حاجات نفعة اتغزى على الحاجات الضرة اه طبعا بيبقى مصنع دائم للنبات المخصبات الحيوية هي المصنع الدائم للنبات الكماوي شو احنا هتحط الكماوي ان الزرعة هيهيج بعد شوية هيعوز تاني انت ما حتطلوش هيقوم جاي حالا جماعة الفلاحين بقولك الزرع ايه الزرع حل مني في المخصبات الحيوية ما يحلش مني الزرع حل مني اه في المخصبات الحيوية ما يحلش مني بمعنى حل مني حلوا منه يعني الزرع يبقى عايز يأكلوا ما أكلتوش يضمر تلاقيه كده بقى شكل وحش وبقى أصفر كده وكلام منه المخصبات الحيوية لا بيسبت له الأزوبت الجوي بيجيب له نوتروجين من الهوى يبقى الغيزة بتاعه جاي من الهوى فتمسكنا بالمخصبات الحيوية أنه الموضوع جميل جدا ووفر علينا تطرقنا زهبت للدكتور محمد إلى موطنه وشافش يغلينا بفضل الله على أرض الواقع وشاف النتائج بتاعتنا وإحنا شفنا النتائج بتاعته فحبيت أن أنا أتوسع معاه في مجالات أخرى اكتشفت أنه عنده منتجات أخرى غير نوفة بلص بالنسبة للزراعة لقيت عنده منتجات البيوفيكتور البيوفيكتور ده منتج بينحط للدواجن والمواش لك أن تتصور أنه حسب ما لفيت على الجماعة بتوع المواشة برضه أنا جربت برضه لفيت أنا بقى اللي النهاردة خمسة أيام بلف على مزارع وعلى مزارع فراق ومزارع مواشة ومزارع أغنام شفت العجاب حقيقة يعني والله العظيم يا جماعة أنا شفت العجاب بالعجاب شفت أن البيوفيكتور ده بينحط مكان الأدوية يعني الفرخة هتاكل علف مش هتاكل مش هتحط لها أدوية هتطلع معاك حاجة أورجاني وخبالك أورجانيك دي يعني طبيعية 100% يعني تحويل اللحم بتاعها صافي جميل تحس بالطعم بتاع زمان والشربة بتاع الزمان وغبالك في الفرن نعم 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 ربنا يبرك فيك وجدنا هذا على أرض الواقع وجدنا من أصحاب المزارع لما عملت معاهم لقاءات لقيت أن هو لو كان هيعلف 10 طن علف عشان يطلعوله مثلا لحم كذا بقى يعلف 8 طن ونص ويطلعوله نفس ليه نفس اللحم ايه يا جماعة اللي حصل قالك الناس بالبلد كده قالك احنا لقينا أن الفراخ بتاكل العلف وتحوله كله قبل كده كان ممكن الفراخ تاكل وتنزل نسبة علف فين في البراز أعزكم الله كمان فدلوقتي هذا المنتج البي فاكتور نظم الجهاز التناسولي ونظم الجهاز الهضمي للكتقوت أو الحيوان خلاه يحول تحويل كامل يعني خلى جدول التحويل بتاع تحويل البروتين النباتي إلى بروتين حيواني كامل ما عادش فيه نسبة فاق قبل كده عشان بقى العلاج والأمراض والكلام من ده يبقى فيه نسبة فاق دي مثلا 20% أو 15% أو 30% حسب المزرعة والمرض اللي فيه هو ديه اللي حول معاهم لقيت برضو الأغنام حد بتاع مزرعة أغنام وقال ما تسخدش اسمي عمل قطيع من الأغنام كبير الفراس وكان بيعرف منهم قطيع كبير جدا عشان تسمين فلما جي جرب المنتج البي فاكتور إنتاج الدكتور محمد فتح سالم بارك الله فيه ربنا علف شوية بالبي فاكتور ولغى خلص أي أدوية وأي حاجة والتانيين ما عرفهمش تمام لك أنت تصور لما روحت لقيتهم لغباتهم على بعض بظروفة عشان يوريهم للمدير العام بتاع المزرعة قلتوله انت اشمعنا يعني ده صغير وده كبير قال لي ما أنا هقول لك اوه المنتج ده احنا علفنا كبير ده من المنتج ده واللي أقل منه شوية 10 سنط ده ما علفنا هو عشان يشوف الفاتح ده كان كلام الدكتور؟ عشان كلام الدكتور معلش ده كلامي أنا روحت لفيت عشان يشوف المنتج لأننا بصدد إنتاج مشروع أو 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 تفعيل مشروع حياتك ببلدك فأنا عادي أشوف بعيني أنا سمحت عنه بس ما شوتش بعيني معلش ما احترام للدكتور هو بيقول المنتج بتاعه كويس بتاع نوفا بلاصي مثلا أنا جبته جررته الأول طناءا علينا نزلت منه كميات في الفرفرة بقى مطلوب منه كميات دلوقتي يعني زي أقولك مش ملاحقية واخبالك فلما سمحت على المنتج التاني إنه هو حلو في الإنتاج الحيواني والدجن وكلام من ده فأنا قلت لازم أروح أليف روحت الصحرام وروحت البحيرة وروحت كاف الشيخ وروحت فيه ورحت وتسوق ومناطق كتيرة على المشاريع اللي فعلا اشتغلت بالإيه؟ بالبايفطر اللي هو المنتج اللي هو بيحول العلف كامل من بروتين نباتي إلى بروتين إيه؟ بروتين حيواني لقيت بقى قطيع الأغنام مثلا الجزء الحوالي واللي بقول عنهم الجزء الكبشات دول وقفين جنب بعض واحد كده والتاني أزف منه عشرة سنطر أي عام أنت بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ قالت دول إخوات شارينهم إخوات وشارينهم وزن واحد ووووى إلى آخيره ولكن إحنا من شهر ركننا الكبير ده شوية ده وزقناه من المنتج اللي هو فكتور ده اللي هو الشراب وده مسأناهون فتم التحويل بالطريقة دي سبحان الله إيه اللي حصل إيه عام قالك إحنا بينا نعلف القطيع على فيامة ما عادش بيتلك بسبب هذا ليه؟ هذا الشراب بيحطه على المي تمام بيحطه على المي هو شراب الباية فطر ده شراب بينحط على المي تمام بيبقى معدلات بترجح فيها للمتخصص الدكتور محمد محمد فتح سالم أو الدكتور أحمد قضب في نفس المجال مع الدكتور محمد وهي مدرسة ما شاء الله ليس الدكتور محمد وحده ولكن هي مدرسة قائمة على هذا الأمر بفضل الله تبارك وتعالي شفنا موضوع الفراخ كمان برضو اكتشفت حاجة جميلة واحد من رب فراخ عمال أسأله بقى قلتون أنا مش جاي من طرف الدكتور محمد جاي بس أعرف حاجة النفس الناس بتقسم بالله قال لي أنا عمري عمري بقى رب طول عمري فراخ عمري أول مرة أربي فراخ من غير ما شم ريحة فين في العم إزاي عم درحة الفراخ دي بتترب العين ريحة طالع على الأسفل حتى لو واحد جارك ولا بتاعه وانت عامل مزرعة في الدور التالت يعني ما فيش مصدر رايحة ما فيش رايحة منعي واخبالك وهذه بشارة وبشرة للجماعة اللي هم بيربوا مزارع زغيرة في قلب البيوت ما تخافش من الجراه ربي وقلب الجام ما عادش في ريحة واخبالك يبقى الريحة انقضى عليه يبقى موضوع العلف اتحول كامل كمان واحد تالت قال لي انا كنت بطلع على ربعين وخمسة واربعين يوم مزرعة الفراخ بيضى طلع على تلاتين يوم وممكن اطلع على سبعة وعشرين يوم دي كلها حاجات انا ايه بفضل الله كيبتها في الرحمة بتاعتي بناء عليه انا اطلع بمشروع حياتك ببلدك وعملنا بروتوكول تعاون بيننا وبين الدكتور محمد لانشاء مشاريع هنتكلم عنها ان شاء الله بالوقتي بالتفصيل وهي مشاريع صغير طيب جزاك الله خير رب نحفظك يا رب بارك في عمرك حضرتك اتكلمت وعرفت ايه هو مشروع حياتك ببلدك وعرفنا طيب هل هناك فرق بين مشروع حياتك ببلدك وبين مشروع السهم الأخضر اللي تكلمنا عليه في الحلقات الماضية وبين مشروع الشهاد المندود جميل ما هو الفرق ليس هناك فرق هو اولا دو كلها مشاريع تحت طي شركة الفلاح لاستصلاح الأراضي بالفرفرة تحت هيئة واحدة اه طبعا تحت طي واحد وهيئة واحدة وإدارة واحدة وإن تنوعت الإدارات بكل مشروع كما ستلاقي عندنا مشروع شهد المجدول شهد المجدول هذا المسؤول عنه الدكتور فوزي دغيد وانت طبعا دكتور طيب غنى عن التعريف هو جاء معنا وان شاء الله يأتينا المرة القادمة بعمل على أرض الواقع في شهد المجدول السهم الأخضر له إدارة منفصلة الزراعات التقليدية وكل واحد مدير نفسه يعني هو تحت طي الشركة بس كل واحد واخد حتة ايه مدير نفسه هذا المشروع مختلف في حاجة واحدة بس إن أنا أديتك أرض زراعات تقليدية وبديك عليها مشروع من المشروعات اللي احنا تم التعاقب والتوافق بيننا وبين الدكتور محمد فيه لأنه هو اللي يشرف عليها هو شخصية دكتور محمد فاتحي سالم وهو دكتور كبير معروف بجامعة السادات في هذا المجال هنطلح حاجة اسمها أرجاني هنديك حتة خمس فددين أو ثلاث فددين ومش هنحرمك لو أنت عايز فدانين وتحت أمرك لو أنت عايز فدان يعني القصة بالنسبة لنا زي ما احنا قلنا نقل المجتمع من الواد الضيق للواد الواد الواسع وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة طب إنته النهاردة هعمل لك عمراني جديد طب هتقولوا تشرب من من هذه المشروعات اختلاف بنقدمهم مع الأرض أولا مشروع الغنم البرق تستطيع أن أنت تعمل فدان ونص لو أنت عوقت مثلا خمس فددين تعمل من فدان لفدان ونص برسيم حجازي بس معالج الأرض أرجانيك يعني نشتغل طبيعي مية في المية من الأول نعمل الأرض بنوفا بلاص عشان الانتاج بتاعنا يبقى الضعف في البرسين وقلنا البرسين بيحب المنتج الحيوي جدا لأنه عقد بكتيريا بيثبت الأزوت الجوي بيضيك ضعف الانتاج بل أربع أضعاف الانتاج يعني لو عندك فدان يبقى عندك أربع فددين بسم الله عشان الله تعمل من خمس فدين بتوعك فدان ونص برسيم ونجيب لك خمسة وعشرين راس برقي الراس بتبقى من ألف وخمسمية لألفين جنيه كمان بتكون لها بالزبط طلت شهور تسعين يوم ربنا بيراضيك فيها بدل بكانت بألف وتمنمية أو ألفين جنيه بتنبع مثلا بأربع خمس تلاف جنيه لو طلع منها ألف جنيه مصريف بيتوفر لك إيه ألفين جنيه ده بالنسبة ده عشان بس ما نتويش الناس من نينك دول خمسة وعشرين راس تكلفتهم خمسين ألف جنيه في الأول وكده كده البرسيم عندك وقف خمسة وعشرين راس خمسة وعشرين راس بكام اعتبر إنه هم بخمسين ألف تمام تمام اعتبر إنه هم بخمسين ألف هنبيعهم بخمسة وتمانية إن شاء الله بإذن الله لا يقول له عن كده يعني لما تجي تحسب التكلفة فعلية لما البرسيم يبقى طالع من أرضي وأورجانيك معالج خالي من الأسمدة هيخش على الكرش بتاع الحيوان مش هيعمل عنده مشكلة هيلاقي التحول عنده مية في المية مع الاستعانة بالمنتج اللي احنا قلنا عليه البيا فاكتور هيخليه حول أكتر ربنا هيرضيك في هذا المشروع كل ثلاث شهور مثلا من تلاتين لخمسة وتلاتين لكبعين ألف خليك هديكسب خمسة وعشرين ألف تمام يبقى مشروع بخمسين ألف في كل ثلاث شهور هيصفي لك بفضل الله تبارك وتعالى لا يقل عن خمسة وعشرين ألف حاج جميل ده مشروع على عرض الواقع وبفضل الله عملنا الدراسة بتاعت مشروع آخر زي الفراخ البيض هننزل فيديوهات على الصفحة بتاعتنا واللي عايز يسمع كل فيديوهات ينزل على صفحة شربة الفلاح لسصلاح الأراضي بالفرفرة جميل هيلقي معنا الشاب الجميل إسلام وصورنا معاه على أرض الواقع في قلب المزرعة انت موسود بالشربة آه إسلام ما شاء الله وهو شاب من الناس الطموحين جدا بسم الله تبارك الله علي إن شاء الله من صنهور المدينة شاب ما بيخالش خالص بأي معلومة تقريباً انتكلمت في الحلقات المدع عليه لا أنا كنت نزلت له فيديو على الصفحة بتاعتي تماماً الشاب ده عنده مزرعة كذا دور شغال في جميع الطيور شغال في الرومي شغال في البط السكوفي شغال في الفراخ الساسو شغال في الفراخ البيضاء شغال في الفراخ البلدي ما شاء الله لك وطي إلا بالله لأنه بيستعمل المنتج بها فاكتور حول معاه الفراخ بطرق غير عادية قال حد معاه من موضوع العلف حد معاه من موضوع الأمراض والإسهالات والحاجات اللي بتيجي من الفراخ قال للمعاه الوقت بتاع خروج الفراخ بعد ما تلك كانت أربعين خمسة واربعين يوم بقى يطلع على تلاتين اتنين وتلاتين أو سبعة وعشرين يوم لو عايز عمل لنا دراسة بخمسموية فرخ نشاء الله وأخب بالك بالورقة والألم هناخد منه الفراخ نتربية جاهزة بقالها عشرين يوم الفرخ بعشرين جنيه اللي هو درجة أول وهنصرف عليها خمسة وعشرين جنيه يبقى كده وصلنا كام وخمسة واربعين جنيه الخمسة وعشرين جنيه دول ما بين علف وغاز وكهرابة ومكان وعمالها بتجري على الحاجات ديت وكلام من دي وصلنا خمسة واربعين جنيه حق الفرخ بالمصرية بإنباع الفرخ ده وزنه كام اتنين كلو ونص الاتنين كلو ونص الكلو النهاردة الفراخ بكام يا شيخ أحمد كام بتلاتين جنيه اتنين كلو ونص بكام بسبعين طلع منهم خمسة واربعين يبقى كام خمسة وثلاثين ولا يبقى خمسة وثلاثين لا يبقى خمسة وعشرين طلع الخمسة على جام يبقى عشرين يبقى الفرخ يكسب معي عشرين يبقى خمسمائة فرخ في عشرين بكام بعشر تلاث كل قد إيه بقى بالنسبة للفراخ ده بقى غير الغنم بقى لأن احنا جايبينها متربية شهر واخبالك متربية بقالها شهر وليس عشرين يوم أنا أقرأت قولت عشرين يوم بقالها شهر شهر بعشرين جنيه خمسة وعشرين جنيه كمان بقيت خمسة وعشرين انباعد بسبعين يبقى وفرت كام خمسة وعشرين خمسة وعشرين طير الخمسة كده خلها زي ما قلوها شوات حباشتكنات يبقى وفرت معاني عشرين عشرين في خمسمائة فرخ يعملوا عشر تلاف جنيه عشر تلاف في كام بقى في أقل من شهر لأن هي جاية بتربية بقالها شهر شهر واحد بقالها شهر واخبالك وهنقعدها معانا كمان شوية تحت وأورجانيك بقى يعني هي الفرخة كده أورجانيك تمام طيب هل تضمن تسويق المنتج ده بالنسبة بقى دية بقى الخدمات اللي احنا قدمناها ان احنا لو انت خدت من عندنا أرض وزرعت الأرض أورجانيك بالنسبة لموضوع المواشي مثلا أورجانيك يعني يعني ما تحطش اسم ده خالح عشان يبقى الحاجة كلها حيوية تمام يطلع النبات حيوية يطلع الحيوان اللي يأكل النبات حكته طبيعية 100% كل حاجة طبيعية حتى اللي يأكل منه يحس بطعمه تمام تمام اللي يأكل منه يحس ايه بيبقى باين تأكل اللحمة بتاعت زمان دلوقتي ما فيش طعم خالص كذلك موضوع الفراخ انت جبت الفراخ وتعاملت معانا بالمعاملة بتاعتنا حنطينا المنتج البيا فاكتور اللي هو مش هنحط أدوية طبعا خلص ونحط هذا المنتج وهو منتج حيوي وبنقلبه على العلف يبقى كده الفراخ برضو أرجاني تمام يبقى كده احنا بنضمن السوق بتاعك لان انا النهاردة ببيع فراخ بأدوية بسعر كذا في السوق وفراخي انا من غير أدوية هتنباع بنفس السعر انت حضرتك لما كل رايح تشتري سيبك من اول مرة انا اول مرة انت خدت مني كده بالسقة هم كله زي بعضه بس يال هاخب منك وخلا تمام بس انت لما تاكل هتجرب هتعرف صحيح اول مرة هبقى لك بنفس السعر تاني مرة هزود عليك سن عشان تعرف ان فيه فرق بين حاجة طبيعية مية في المية وارجانيك ومع لهاش دوة خالص حفاظا على صحتك وصحت النسبة عليه وفيه حاجة وفيه فرق بين حاجة عليها ايه عليها أدوية بناخد منك المنتج من قلب الأرض وبنحسبك عليه كاش واحنا بنتصرف في المنتج بتاعنا عملنا اتفاقات وشبه تعاقدات على اكبر هيبرات واكبر مطاعم ان هم هياخدوا مننا المنتج لو اشتغلن بنفس الكيفية وكذلك الرومي بنفس التكلفة الرومي برضو بس الرومي بيعود اربع شهور وكذلك الفراخ الساسو الفراخ الساسو تتبقى الفراخ الحمراء اللي هي شبه البلدي بس هي بتبقى أغلى من بتاكل علف أزيت شوية تكلفتها بتوصل لستين جنيه بس بتمباع أعلى برضو مسحوبة والناس عارفينها كويس وكذلك البط السكوفي تكلفته زي الرومي بالزبط تقول بالك البطة بتكلف لحد مية وخمسين جنيه حق البطة بالعلف بكله بتنباع بمئتين وخمسين بمئتين واربعين أكتر أقل كلها حاجات بسيطة كذلك الفراخ البلدي برضو نفس النظام دي كلها مشروعات بإذن الله تبارك وتعالى بنزلها مشروعات صغيرة للمنتفع معانا على أرض الشركة عشان هو كان مسافر وعايز دخل سريع أو هو قاعد في بلده هنا بنقول له حياتك في بلدك تشرفنا إن شاء الله على أرض الواقع نديك حتة أرض ونعمل لك عليها مشروعات وكمان إحنا بنضمن لك لإيه بيع منتك طيب بالنسبة لتقنين الأرض هل قانونية مشروع حياتك ببلدك نفس المشاريع التانية أم لا بتختلف عن المشاريع التانية سؤال جميل برك الله فيك أنت قانونية الأرض دية خط أحمق أي واحد النهاردة هيروح هينتقل أو هيحط شقة عمره أو تحويشة حياته زي بقوله أو هيبيع حتة من أرضه وزي الناس اللي جاتنا وهيبيعوا حتة من الطربة من الأرض اللي فقى طربة جده أو هيبيع دهب زوجته ويلمل من هنا وهنا ويروح يغض أرض في الهوى ده كلام إيه؟ غير منطيك وكلام مش مصبوط ولكن احنا بنقول أن قانونية الأرض قلنا عليها مراراً وتكراراً الأرض اللي معانا أرض استثمار محافظة مزاد لها تاريخ مزاد ولها رقم مزاد وأعلن عنه في الجورنان يعني شوف يعني انت ايه؟ شوف بقى الموضوع والشفافية بتاعته يعني حاجة دولة معلنة عنه عن مزاد يعني أي حد يخش المزاد ده هو بيبقى له تاريخ ورقم جميل كمان أعلن عنه في الجورنان جريدة رسمية ده سند لوحده فاهمني؟ إن الدولة بتقول يا جماعة فيه أرض احنا بإيه؟ بنتعامل عليها ونبيحها فاهمني؟ عشان بعض الناس يقول لك ده أنا هاجي الأرض بعد ما أخدها الدولة بتيجي تأخدها لا ده لسه الموضوع مخليص ده تم رسو المزاد على الشركة اللي هي شركة الفلاح مثلا مجرد ما يتم رسو المزاد بيطلع لها حاجة اسمها محضر تسليم محضر تسليم حاجة جميلة جداً محضر تسليم وعقد عقد مباشر من المحافظة عقد إئجار بغرض التملك من محافظة الوادي الجديد لشركة الفلاح من محافظة الوادي الجديد لشركة مثلا أصدقاء معانا في الفرافرة شركات كثيرة واخد عقود ليست الفلاح فحزب هذا المحضر محضر التسليم دهوت والتعاقد دهوت بقى تعاقد رسمي بين الشركة والمحافظة إن إتا تتعامل على الأرض دي بين الشركة والمحافظة طبعاً إن إنت الأرض دي تتعامل عليها مش أرض وضع ويد بناء عليه بتطلع لجنة مشكلة من أملاك الدول ومن صندوق استصلاح الأراضي الجماعة اللي هم بتوعي الإصلاع جماعة الفلاحين يقولك الأرض بتاعتنا أرض إصلاح هو ده صندوق استصلاح الأراضي ومن الإدارة الهندسية ومن الشؤون القانونية ومن رئيس المجلس هذه اللجنة بتطلع تدقلك حاجة اسمها إحدثيات أو حاجة اسمها روجن بالفلاح يحط لك إحدثيات للأرض واحد اثنين تلاتة أربعة حدود أربعة بطول يعني كله ضيل عليه طول وليه إحدثيات الإحدثيات ده هو مربوط بالأمر الصناع وبتنحط أرضك دي على حاجة اسمها المجمعة المجمعة دي ديت خلاص الكطعة دي بقى متعامل عليها المحافظة متعاملة عليها مع شركة كذا لستزرحها إمتى الدولة بقى تيجي عليك لما أنت تعمل زي زمان تاخد الأرض وتسقحها وما تزرحها ودي اللي احنا بنحرص عليه ولذلك تلقيني أنا بسلم الأرض زرعة الأرض بالبير بالطاقة الشمسية بالمواسير بالمحافظ بالسكك بالمصارف تاخدها على المفتاح تزرع تجيب التقاو في إيدك وانت جاي الناس بيتحاكوا تجيب التقاو على كتفك يتحك قاو آه تجيب التقاو في إيدك أرض مستصلحة معمولة ليزر زي الأرض اللي هي متجاهزة للغلة يا شيخ أحمد عندنا في البلد أو متجاهزة للضرعة أو أي زرعة من الزرعات أنا بسلمك أرض زي كده مش نقصة حاجة خالف بناء عليه بيطلع لك الجوابات الخامسة وده شيء مهم جدا الجوابات الخامسة اللي هم إيه اللي هو جواب عمليات القوات المسلحة وجواب المساحة العسكرية وجواب البيئة وجواب المياه الجوفية يعني مستخلصة من كل الجهات وجواب الأثار كمان الجوابات الخامس يبقى احنا بنتعامل على أرض وهي صحرة لسه معنا عقد ومعنا محضر تسليم ومعنا الجوابات الخامس من جميع هيئات ومؤسسات الدولة أن هذه القطعة خارج أي مشروع من المشروعات لأي سنة من السنين عايزك تنتبه جيدا لهذه الجمل بعض الناس بيقولك أنا رحت قبل كده اشتريت أرض في حتة الفلانية وبعد ما زرحت وكاتل منجا كيلو في الحباية ونص كيلو اتفاجئنا جاي لنا أزال طب ماشي منتروحت خدت أرض وضع يد لسه ما طلع لهاش محضر تسليم لسه الدولة هتجي تعاين عليك وتشوفك وتشوف الأرض دي خارج هيئات مؤسسات الدولة ولا لا وينفع تطلع لك محضر تسليم ولا لا بناءا عليه هم زلولك ربما هذه المنطقة أو هذه القطعة بإحداثياتها اللي انت زرحت عليه يكون عليها تصريح وزاري منذ عشرين سنة ولسه ما عاده مجاش يعني هم مصرحين من عشرين سنة هيعملوا هنا مشروع كذا بس لسه العشرين سنة ما عادها مجاش معمولة سنة ألفين خمسة وعشرين وانت رحت زرحت سنة ألفين وعشرين لازم يزلون ولذلك احنا بنحرص عندنا في الشركة ما نتعملش على أي قطعة أرض إلا بمحضر تسليم رسمي من الدول اسمه عقد إئجار بغرض التمن يعني عقد إئجار بتضيك الدولة الأول لأرض إئجار عشان تضمن أن انت هتزرع الأرض وما تعملش زي زمان والآخر لما تلاقيك زرحت بتملك هالك بموجب إيه بموجب البند السادس في العقد والبند 22 من كراصة الشروع بيقول على الرأس عليه المزاد في حالة استصلاحه للأرض وزراعاتها وإقامة المنشآت لخدماته يعني كمان هو الأرض عليها مباني اللي بتقولوا احنا راح أبن فين واقعد فيه في خلال الثلاث سنوات الأول هو مدد إئجار 24 سنة تلعب فيه براحة إيه بالجدية في الأرض بس انت أيها المنتفع يا أيها الشركة لو انت في خلال الثلاث سنوات عايزة تملك الأرض همملك هالك إيه الدليل في خلال الثلاث سنوات الأول عليه التوجه يتوجه لمين؟ إلى فين؟ إلى الجهة المختصة اللي هي صندوق استصلاح الأراض بطلب معاينة على الطبيعة لتمليك الأرض يعني الأرض فها ملكي يعني بتيجي تعاين طبعا بيجي يعاينه ما عادش التهريك بتاع زمان لا لا تمام ها الدولة دلوقتي بص بتضرب على يد من الحديد في موضوع مفيش زار تمام ما عادش النهار ده السيد المحافظ بارك الله فيه فاتح مكتبه ليلة نهار لأي حد عايز استثمر في الأراضي الزراعية مش لازم تقوم من قصام الفاء مش لازم تقوم من الفلاح جمعه مجموعة تمام وروح المحافظة هيدوك حتة متين فداء ما تقلش عن متين فداء شوف المحافظة يعمل معاك مستنيه تعال أدخل هول عايز تستثمر تعال عايز نخيل بالأمر المباشر على طول تروح يزرع يلا نخيل عايز زراعات تقليدية يلا إزبك جدية تسيبها وتدقل وفلان وفلان يدقل العلان عليك نظرة من سندوق السلاح الأراضي عليك متابعة من مجلس المدينة عليك متابعة عامة من المحافظة عليك متابعة بالاستشعار عن بعد احنا قلنا الأرض لا يحدث سياب مربوطة بالأمر الصناعي بيلفوا كده بالاستشعار عن بعد يشوف الأرض دي الزرعت ولا ما زرعتش ما زرعتش بيلغه لك من خارطة المجمعة ويبعثوا طلب للمحافظة بيلغاء المزايدة كذا 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 عشان دي ما زرعشي الأرض جميل فإذا التمليك ما فيوش مشكلة ما فيش مشاكل من التمليك يعني الأمر ده مش صعب يعني لا مش صعب خالص يا فندم الناس كان بيتخاف الموضوع الدولة دعوب مننا الأرض لا الدولة مش دعوب منك الأرض إن شاء الله انت اكتهد وزرع والتزم بزراعة الأرض والتزم بسداد حقوق الدولة الأرض عليها فلوس للدولة واخب بالك ماكملناش بطلب معاينة على الطبيعة لتمليك الأرض وحين ذاك يعني هو اللي يطلب المعاينة دي احنا اللي يطلب المعاينة كالشركة بطلب معاينة من مين؟ من صدوس إصلاح الأراضي اللي هو منبسك من المحافظة بطلب معاينة على الطبيعة لتمليك الأرض يا جماعة أنا زراحت هم مش هيخدوا منك شافة لعايزين ياخدوا جواب موجه لهم وهم برضو يدوك رد بجواب بيطلعوا لاجنة يشوفوا الأرض زرعت يعملوا طلب إن شركة الفلاح زرعت تمام وعملنا احنا هذا الأمر واخب بالك فحين ذاك يكون سعر الفداني الواحد 23 مثل الكيمة الإجارية دي بقى موطة للناس بايه بيبقوا مش فاهمينها قوي يعني ايه الأرض كيمة إجارية ويعني ايه تمليك ويعني ايه 23 احنا مش فاهمين حاجة لا بالراحة أنا معاك واحدة واحدة لما جينا ناخد التعاقد من المحافظة والمزايدة المحافظة مش عارفة إحنا جدين ولا لا فإحنا خدنا الأرض كيمة إجارية حسب تهنى مثلا ب1550 جنيه لمدة 25 سنة تمام؟ هي مش ضمنها نزرع ولا لا؟ تمام طيب طب إحنا زرعنا يا محافظة طب تعالي عاملين لك البن دهوت وإحنا ماضيين معاه هنضرب لك 1500 وخمسة في 23 بتديك مثلا 34000 جنيه ده تمليك الفدان يبقى إذن الأرض معروف شمس ده ره هطلع عاملينه معروف علاقة دي ايه؟ تمام حتى يظن البعض أنه هو بعد ما ييجي ويزرع ويقلع ويخل الأرض يانعة ويبقى فاها نخيل بملايين ويبقى فاها شجر بملايين بيظن أن الدولة دي بتقوله ده الفدان بـ 100 ألف أو الفدان بـ 100 وإيه؟ بـ 150 ألف لا أنت فدانك معروف شمس صداره طلع منه جميل عليه 34000 تأسيط على 15 سنة عليه 40 ألف تأسيط على 15 سنة دي حقوق الدول تمام لابد الانتباه لذلك الدولة دي لها حقوق لازم إيه؟ لازم تاخده بسد مش هتاخده أنت الأرض ببلاش لأن دي حقوق مصر كله تمام ودي بتنحط في خزينة الدولة لإنشاء مشروعات أخرى وإحنا بنلتزم بزداد طيب سوس سامة ما هي كيفية الاشتراك في هذا المشروع؟ اللي هو حياتك ببلد نفس اشتراك المشاريع التانية هو بيهاتفني بيكتفني عشان ما يتعبش معاي لضيق الوقت هو بيرسلنا على الوطس على الأرقام اللي هي بينا على الشاشة تمام اللي هي 0100 879 1285 أو 012 050 535 07 بيبعت لرسالة بالمشروع بتاعه السلام عليكم حياتك ببلده تمام لو بعت لدول بس كده بقوم جايب عيت له أنا انت ركورد صوتي أنا اه بيسمع بقى المشاريع والنظام وكيفية الاشتراك ويقابدني ازاي ويعمل ايه؟ كل حاجة اه مش لازم يكلمني هاتفيا في الأول رجاء بعض الناس بيزعل مني بس أنا مثلا يعني معي ارتباطات معي جلسات زي كده معي فاهمني يرن دلوقت زي ما قدت لفهم بيرنه هو واخد بالك ما بردش عليه بيزعل طب معلش أنا بقول له استسمحك ما تزعلش أنا آسف ولكن أنا بختالي بإذن الله في وقت وببدأ أجيب الوطس وببدأ أرد على الرسال بتاعتك يبقى فيه تفاعل بينه وبينه لحد ما نوصل كده تبقى كل حاجة محتفظة في الوطس موجودة وبيشرفنا على أرض الطبيعة شوف الأرض وده الأصل أصيل عندنا أو يبعت ما ينوب عنه هو مسافر مثلا خارج البلاد تمام بيرسلني هو عايز يحجز إيه بعت له أخوي يبعت له المحامي بتاعه يبعت له نسيبه يبعت له أي حد وبعض الناس بعض الناس يتعاقب معنا وهو ما جاش خالص ولا بعت لنا حد فضل الله بينوب مثلا بيوكلوا حد معنا جميل في الشركة زي مثلا بيتسموا في الخير زي واحد اسمه الشخص ده أحمد شرشرة تمام بياخدوا التليفون وبتوصلوا معاه وبنكتب معاه الورق وبنشيل الورق بيبقى هو منوب عنهم على بييجو وبييجو بيستلموا أرضهم بإذن الله وطبقنا المضاد هو تفوق العشرة عشرين ثلاثين مرة بإذن الله تبارك وتعالى على أرض الشرك طيب ما هي ايه هي العوامل التجارية لمشروع حياتك ببلدك مشروع حياتك ببلدك أنا لما فكرت فيه لعدة أهداف لعدة أهداف ما هي الهدف الأول إن أنا أعمله حاجة زي بقوله يكل من عيش بالبلد كده تجيب له دخل سريع تعوضه عن الصفر اللي كان مسافره تمام فاهمني أو هو لو ما سافرش هو قاعد هنا يعمله دخل سريع عشان يقدر يصرف على أولاده ويتنى الموضوع المتابع معاه الموضوع التاني إن أنا حطيت في نية إن أنا أبقى مساعد في بناء صحة بلدي جميل واخد بلدك لك أن تتصور إن أهم حاجة في الموضوع ده كله صحة الإنسان وأهم حاجة على صحة الإنسان موضوع الغذاء أنت زمان يا شيخ عم زمان أنت كنت بتسمع عن أمراض زي بتاعت دلوقتي عزرا في المقولة جدي كان بيقول أنا كنت بشرب من المية الجارية بين الأراضي اللي هي الأونيان الأونيان آه ببوصة أي كان بيشرب بيشربهم ما في شيء حاجة دلوقتي أنت بيشرب من المية المعدنية بتباخي جميل واخد بلدك استوطنت أمراض في بلدنا الآن لن يصبق لها مسيح من إيه؟ من موضوع الغذاء وموضوع الغذاء ده هو تلوث منين؟ من موضوع الأسميدة المخلفة لك أنت تتصور أن اللوريا اللوريا دي ممنوعة عالمية ممنوعة عالمية ممنوعة ما تنحطش ولا زلك إحنا لما نيجي نعمل حاجة وعايزين نكسفها فلوس أنا واحد من الناس مش فاهم يعني يا ريت اللوريا اللوريا اللي هو كيمواء اللي بنحط للأرض واخد بلدك زمان قديما ما كانش فيه أمراض ليشخ أحمد لما كانوا أهلين متمسكين بالطبيعة الغلابة القديمة بتاعة زمان اللي هو تسبيخ الأرض اسمه تسبيخ الأرض وما كانش بيلجأ لموضوعك كمون ها ولو كان لجأ له كان على نطاق يعني خفيف جدا كمان بس الأصل عنده هو كان بيحط سباخ لو كان حطك مو كان بيبوز الأرض كمان يقولك الزراعة نامت وقامت وبوظف منه أما كان بيطلع الأرض على السباخ والسباخ دهوت كان الفلاح كان بالفطرة كان بيطلعه يقولك سيبه يقطع الأول عشان لما تسيبه سنة بيجيب نتيجة المنظور العلمي الآن بيقولك إن فيه بكتيريا بتبقى ضرة بتموت وبكتيريا نفعة بتتكاصر ويقولك السباخ دخن السباخ آه جميع الفلاحين عرفيني الكلام دي وخبالك السباخ دخن السباخ دخن دي تفاعلات تمت في هذا السباخ وخبالك وبكتيريا نتكت وتكاصرت وعايزة بقى تنفرد في الأرض وخبالك تسود وتغدو على وش الأرض تدي غزة للنبات بصفة دائمة إن شاء الله هي دي اللي بتغزي النبات طيب النبات لما تغزي على الحاجة الطبيعية وإحنا كلنا النبات يبقى إحنا صحتنا تبقى إيه كويسة طيب إحنا كلنا الحاجة اللي فيها كماوي المهرمنة تبصت فشل كلاوي كابد والعياز بالله وربنا ليش في كل إيه ليش في كل طيب السامة هل هناك آلات محددة لهذا المشروع لهذا المشروع ولا ملوش آلات يعني المشروع اللي هو إيه حياتك ببلدك ليه آلات محددة لا مفيش هو هو مشروع ده مشروع مثلا أنت تعمل خمسمائة فرخ هنعمل لك مثلا عنبر عشرة في عشرين أو عشرة في خمستاشر هتحط فيه خمسمائة فرخ العنبر ده هو بتستعمله كذا حاجة يعني حتى لو أنت مثلا عملت الفراخ دورة واثنين وثلاثة واربعة ما عجبتكش الفراخ عايز تعلو شوي عايز تجيب أغناء نحط فيه الأغناء وأخب بالك بيبقى مجهز بالشبابيك دير ميدور وباب كويس عليه وخلاص طب أنت عايز تعمله بعد كده معلف للمواشي لا بأس ما فيش مشاكل يبقى إيزا اللي أنا بستعمله زي بيقوله شوي الطوب لك بيرغيب في حت الجبنة ومبنيين ومسقوفين بالبوس جميل بس وأخب بالك آآ برضو من أهدافي لإنشاء المشاريع اللي الصغيرة ديت آآ موضوع اللي احنا كلمنا فيه اللي حفاظ على صحة الإنسان بخروج غزاء آمن رجاني ماشا الله وقبلك أنطلع حاجة فرخة طبيعي تشرب الشربة يا شيخ أحمد بتاعت زمان انت عايز تشرب شربة زمان اللحمة الآن والفراخ والكلام من ده بقيت ب انت مش حاسس ايه بالطعم بتاع زمان امتى تحس بالطعم بتاع زمان بقى لما تبقى الحاجة طبيعية مية في المية غزاءها مضمون طبيعي آآ حتى الحاجة ديت في السوق المحلي هتبقى ايه يعني مسحوبة عندك في السوق لان انت لو انت بسلا هتروح السوق المحلي لو الكيلو اللحم العادي بمية مية وعشرة واخبالك هتلاقي الطبيعي المفترض يبقى بمية وعشري زيادة عنه عشرة جنيه بس انت هتلاقي الكيلو نفسه فيه برك واخبالك ما فيهوش دهن كتير لانه متربي على البرسيم الحجازي والحاجات دي كلها طبيعية واخبالك فيه كل حاجات طبيعية طيب استاذ سامة في اخر هذه الحلقة لا يسعني الا ان اشكر حضرتك على هذه المتابعة الجميلة في هذا البرنامج وانا ابيل لمشاهدين الفترة اللي قضام عنا للشيخ سامة الفار اقسم برب الكعدة ما وجدنا وما رأينا منه الا كل خير ربنا احفالك فانا حقيقة اهني من يعني ايه يعمل معه في هذه العوامل الجميلة جدا في نهاية هذه الحلقة لا يسعني الا ان اشكر حضرتكم على هذه المشاهدة الجميلة نلتقي في الحلقات الماضية باذن الله عز وجل كل عام انتم بخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته